اسرار عداد الكهربا ازاي ما خليش نفسي في شريحة عالية ازاي اتفادى اشحن كتير ازاي اوفر في الكهربا اشحن امتى وازاي كملي معايا الفيديو للاخر هتوفري اكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم على قناة بيزا فرس تخليك الاول في الفيديو ده هشرح لكم العداد المسبق الدفع او عداد الكارت الشركة بتيجي تركب العداد بتسلم حضرتك كارت اه مشحون بمية جنيه والمية جنيه ديت بتكون مدفوعة اسناء التأديل العداد دوت اول لما ببصله بلاقي فيه تلات زراير جنب بعض واحدة منهم اسمها نبضة ودي اخر واحدة على الشمال واللي في النص اسمها تلاعب والاولانية اسمها انزار نبضة دي طول ما هي شغالة عملا بتنور وتطفي ده معناه ان العداد واصل له كهرباء اما تلاعب فلو اي حد حاول انه يتلاعب في العداد فلمبة التلاعب دي بتنور وما بتطفيش غير لما الشركة تيجي تقفلها اما لمبة الانزار فلما يكون الرصيد في العداد تلاتة جنيه فلمبة الانزار ديت بتنور طيب اشحن العداد ازاي امسك الكارت نحية المعدن هخليها نحية الشاشة وادخل الكارت اول لما بدخل الكارت الشاشة بيزهر لي عليها تلات صفاحات وربعة من غير مغير اي حاجة في العداد صفحة رقم واحد وصفحة رقم اتنين وصفحة رقم سبعة اللي هي زيرو واحد وزيرو اتنين وزيرو سبعة زيرو واحد ده بيعرف حضرتك الرصيد اللي موجود في العداد دلوقتي كامل زيرو اتنين بيعرف حضرتك الرصيد اللي موجود في العداد ده يديني كم كيلو واط يعني كم كيلو واط متاح في العداد زيرو سبعة ديت بتعرف حضرتك الشريحة اللي انت عليها اول رقم على اليمين ده بيكون الشريحة اللي حضرتك عليها دلوقتي التلات ارقام دول جوار بعض اوتوماتيك بمجرد ما بدوس على اي زرار في العداد الصفحات دي بتختفي تماما طيب بس رقم صفحة واحد واثنين وسبعة مش موجودين في العداد من جوه ولنفترض ان انا جيت بعد اسبوع او عشر تيام عايز اعرف انا رصدي كام فضلي كام وط بس انا مش هشحن هقوم جايب الكرت مدخلاه عادي جدا اكني بشحن التلات صفحات دول هيزهرولي وراء بعد اللي هي صفحة واحد واثنين وسبعة بعد كده بدوس على الزرار في العداد بيجي لصفحة رقم خمسة وسبعين وده رقم العداد نفسه بنلاقي نفس الرقم ده موجود في العداد من تحت بعد كده صفحة رقم تلاتة وسبعين وده رقم الكرت يعني بنلاقي الكرت بتاعنا ليه رقم هو دوت رقم الكرت الاول رقم العداد صفحة رقم خمسة وسبعين بعد كده رقم الكرت صفحة رقم تلاتة وسبعين بعد كده بيجي لي صفحة زيرو تلاتة ودي صفحة بيقول لي فيها عدد الكيلو واط اللي تسحبت من العداد من ساعة ما العداد اشتغل زيرو اربعة بيقول لي عدد الكيلو واط اللي تسحب في العداد من استهلك يعني اخر شهرين بعد كده عن صفحة رقم 30 ودي مهمة جدا التاريخ اليوم اللي احنا فيه ده مهم في ايه مهم لان العداد بيرجع من يوم واحد للشريحة رقم واحد طيب افريدي انا التاريخ عندي مش مصبوط اعمل ايه مفيش مشكلة يعني مثلا لو احنا مثلا النهاردة 25 وحضرتك مثلا 27 اطرحالي الاول الشهر قبلنا بيومين مفيش مشكلة خالص المهم ان هو يكون من بعد اخر يوم في الشهر بينقل ليوم واحد بعد كده عندي صفحة 31 ودوت دي ساعة بتاعة العداد التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي صفحة اللي اسمها سري اف دوت الفلوس اللي اتشحنت في العداد من ساعة ما العداد ركبه بعد كده عندي الس اي استهلاك الشهر السابق الكيلو واط واس بي استهلاك الشهر السابق بالفلوس طيب نيجي بعد كده انا عايز اعرف الشريحة الاولانية مسموح لي فيها كم واط والشريحة التانية مسموح لي فيها كم كيلو واط والشريحة التالتة وهتحاسب عليهم بكام نيجي بعد كده للصفحة عشرة من اول الصفحة عشرة لغاية الصفحة خمستاشر الصفحة عشرة موجود فيها خمسين فازن الشريحة الاولانية مسموح لي ان انا لغاية خمسين كيلو واط صفحة احداشر مسموح لي لغاية ميت كيلو واط صفحة اتناشر مسموح لي لغاية متين كيلو واط صفحة تلتاشر مسموح لي لغاية تلتمية وخمسين كيلواط. صفحة اربعتاشر مسموح للغاية ستتمية وخمسين كيلواط. صفحة خمستاشر مسموح للغاية الف كيلواط. طيب كل دول من دول شريح الشريحة طبعا الاولى والتانية والتالتة والربعة والخمسة والسك. نيجي بعد كده للشريحة الاولى في صفحة رقم عشرين. دي تكلفتها كام? تكلفتها تمانية وتلاتين ارش. صفحة واحد وعشرين تكلفتها اللي هي الشريحة التانية تكلفتها تمانية واربعين ارش صفحة رقم اتنين وعشرين ودي الشريحة التالتة تكلفتها خمسة وستين ارش نيجي بعد كده للصفحة رقم تلاتة وعشرين ودي الشريحة الرابعة تكلفتها ستة وتسعين ارش نيجي بعد كده للصفحة رقم اربعة وعشرين ودي الشريحة الخمسة ودي تكلفتها اتنية مية وتمانين ارش طيب تمامي انا كده عرفت انا عالشريحة رقم كام وبتحسب بكام في حبة نصايح أنا عايز أقدمهم لك علشان تقدري تحفظي على استهلاكك طول الشهر أو تقدري تحفظي على أنك ما تشحنيش بمبلغ طول الشهر أول حاجة حاولي أنك تحولي كل اللومد الصفرة في البيت للومد الليد لأنها حقيقة موفرة وكتفرق معاك في تكلفة استهلاك الشهر رقم اتنين حاولي أنك تستبدلي السخان الكهرباء بسخان غاز أو لو ما فيش إمكانية أنك تحولي السخان الكهرباء لسخان غاز استخدمي لسخان الكهرباء يعني شغالي السخان الكهرباء قبل ما تيجي تستخدميه مثلا بنص ساعة رقم 3 ودي في إدنا كلنا في أي 6 بيت وحقيقي هتفرق معاك في الشحن استغني عن الكتل مهما كنت بتحبيه وبيسهل عليك في شغل المطبخ لازم تستغني عن الكتل فرق معايا والله فرق السماء من الأرض رقم 4 شيلي أي طيار كهربي انت مثلا لو هننم بالليل والشاشة مثلا شغالة شيلي فشت الشاشة لأن اللمبة الصغيرة ديت على طول الشهر بتفرق معاك في مبلغ آخر حاجة خالص لو حصلت قفلة في البيت لازم تجيب الكهربائي وتأكدي أن القفلة دي خلاص انت عالكتيها لأن ممكن يكون الأرض بيسحب من الكهرباء والكرت بيخلص معاك على طول وانت مش واخدة بالك أتمنى أن أنا أكون في التقو وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وما تنسوش تعملوا على طول الشاشة وما تنسوش تعملوا على طول الشاشة شكرا